وفقت الحكومة اللبنانية على تقديم سلفة بقيمة 62 مليون دولار لدعم الكهرباء و 54 مليون دولار للصيانة لمواجهة أزمة الكهرباء في البلاد جاء ذلك على وقع شداد الصراع بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وبين التيار الوطني الحر الذي قاطع وزراءه الجلسة على خلفية موقفهم الرافض انعقاد مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي ويواجه اللبنانيون أزمة كهرباء وتأخر تفريغ بواخر الفيول الراسية منذ أكثر من أسبوع قبالة أشاطئ اللبناني وتكبد الحكومة أكثر من مليون دولار غرامات تأخير المصاري اللي عم تنصرف فينا نجيب فيها عشر ساعات بدل ما نعطي نص ساعة أو ساعة لكن اللي عم بيفكر من فوق شو عم بيفكر؟ عم بيفكر بمصلحة اللبنانيين ولا عم بيفكر بمصالحه ومصالح شركائه هون الأزمة اليوم بهاللحظة أزمتنا هي مش أزمة الفيول هي أزمة إدارة ها في معامل في شركتين مشاغلين بدار عمار والزهراني وبالزوء وبلجية ولكن في عنا مشاكل كتير كبيرة هيدا المشاكل اللي علاقة بالصيانة بقطع الغيار بطريقة الدفع بمشاكل تعاقدية ما بدنا ننسى اليوم أنه لبنان واقع بحالة سياسية بين طيارين وعم بيصير في شد حبال بين اتنين هلا أي أنفراش على المستوى السياسي بتلاقي ممكن تتحسن تتسرع هيدا الأشياء ولكن اقتصاديا ما حدا رح يديننا إذا ما منقدر نرد المصريين ترجمة نانسي قنقر